موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم شدينا في هذه النشرة الاخبارية من قناة عدنة الفضائية نستهلها بأبرز العنوين موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاء المجلس يستقبلون فريق التواصل السعودي في بلادنا موسيقى عضو مجلس القيادة اللواء الزبيدي يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لبحث تطورات الاوضاع في بلادنا موسيقى عضو مجلس القيادة المحرم يناقش مع السفير الفرنسي لدى بلادنا اخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية موسيقى الى التفاصيل اهلا بكم مجددا اجراء فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الجمهورية السابق الفريق علي محسن صالح الاحمر لتهنئته بمناسبة الافراج عن ابنائه الابطال المحررين من سجون الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني وتبادل فخامة الرئيس مع الفريق الاحمر التهنية بخواتم شهر رمضان المبارك والافراج عن ابنائه ومئات المحتجزين الابطال من سجون الميليشيات الحوثية وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس والحكومة الالتزام بالإفراج عن كافة المحتجزين والمحتجزات والمختطفين والمختطفات والموضوعين تحت الإقامة الجبرية بمن فيهم اللواء فيصل رجب ومحمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي استقبل فخامة الرئيس الدكتور أشد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية ومعه أعضاء المجلس عيد الروس الزوائيدي وسلطان العرادة وطارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلية وفرج البحسني استقبلوا فريق المملكة العربية السعودية للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد الجابر وأطلع الفريق السعودي رئيس أعضاء مجلس القيادة الرئاسية على نتائج زيارتهم لصنعاء والنقاشات التي تمت فيما يتعلق بالملفات التي سبق وتم نقاشها مع المجلس في لقائه مع صاحب السمو والملكية لامير خارد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية مؤثمنا في هذا الصدد المبادرات والحرص الذي أبدته الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء بلادنا في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بما في ذلك صرف المرتبات وتوسيع وجهات السفر عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طرق تعز والمدن الأخرى وفي اللقاء كدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاء المجلس الدعم الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تأتي امتدادا للمبادرة السعودية للسلام في بلادنا والتي أعلنت أو أعلنت في مارس 2021 ووافقت عليها الحكومة في حينه والهادفة لإنهاء معاناة الشعب اليمني والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وتحت إشراف الأمم المتحدة حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيش شعيبي استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المبعوث السويدي لبلادنا بيتر سيمبني ذلك للبحث في مسجدات الأوضاع اليمنية والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في البلاد وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين ودور مملكة السويد في تخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم جهود السلام والاستقرار في بلادنا وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية مضاعفة الجهود الأوروبية على الملشات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع المساعي الشقيقة والصديقة لتجديد الهدنة الإنسانية واستيناف عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وأقليميا ودوليا بما فيها المبادرة السعودية للسلام حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيش شعيبي استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء دروس الزبيدي سفيرة مملكة الدنمارك غير المقيمة لدى بلادنا لزوالتا بلزينز وبحث اللقاء تطورات الوضع السياسي والإنساني وآخر المسجدات في العملية السياسية التي تقودها المملكة العربية السعودية بإشراف من الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في بلادنا وإحلال السلام في المنطقة واستعرض اللواء الزبيدي الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والتنازلات التي قدمها في سبيل الوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام يؤسس لمستقبل آمن ومستقر في بلادنا والمنطقة بشكل عام كما نقش اللقاء نتائج المفاوضات التي أجراها الوافدين السعودي والعماني مع قيادة ميليشيات الحوثي في صنعاء وأبرز الصعوبات التي تواجه المحادثات المباشرة وخارطت طريق المطروحة لإنجاح أي عملية سياسية وثمن الرئيس الزبيدي الدعم الإنساني الذي تقدمه مملكة الدنمارك للشعب اليمني منذ اندلاع الحرب معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك في مجالات النقل البحري وإدارة الموانئ وقطاعية الزراعة والاستياد من جانبها جددت سفيرة مملكة الدنمارك دعم حكومة بلادها لكل اليهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا استقبل عضو مجلس القادة الرئاسي الواعي دروس الزبيدي المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سنبني ونائبه أريك شانز بحث اللقاء مسجدات العملية السياسية في بلادنا على ضوء المحادثات التي تجريها المملكة العربية السعودية مع ميليشات الحوثي للتوصل إلى خارطة طريق خارطة طريق لإنهاء الصراع وإحلال السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وفي اللقاء جدد الواعي الزبيدي دعم مجلس القادة الرئاسي لكافة جهود السياسية والإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار مشددا على أهمية الوصول إلى عملية سياسية شاملة تراعي حقائق التاريخ ومعطيات الواقع على الأرض وتستوعب القضاء المحورية في الصراع وفي طلعتها قضية الجنوب التي توافقت مختلف الأطراف في مجلس القادة الرئاسي على وضع إطار خاص لها في العملية السياسية كما بحث اللقاء الجهود الإنسانية التي تبدلها حكومة مملكة السويد لمساندة شعبنا في محنته جراء الحرب وثمن الواعي زبيدي دور مملكة السويد في استضافة مؤتمر المالحين لليمن ست مرات منذ دلاع الحرب من جانبه أكد المبعوث السويدي حرص بلاده كعضو في الاتحاد الأوروبي على توطيط العلاقات مع دول الخليج واليمن وتكثيف التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري ومشكلة تدفق اللاجئين لأفارقة منويها إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث مجمل هذه القضايا في مؤتمر لوزراء خارجية دول الاتحاد مع دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط نهاية العام الحالي كما جدد دعم مملكة السويد لكافة الجهود السياسية الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا تحت مظلة الأمم المتحدة أكد عضو مجلس القيادة الرئيسية اللواء سلطان العراد أن القيادة السياسية والحكومة تعمل بحرص ومسؤولية من أجل نيل كافة المحتجزين والمختطفين في سجون ميليشيات الحوث الإرهابية حريتهم وعودتهم إلى أسرهم سالمين وقال العرادة في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بمناسبة استكمال مراحل عملية التبادل التي جرت مؤخرا أن الأيام الماضية شهدت أفراحا شعبية كبيرة في مختلف المحافظات ولكنها فرحة منقوصة حيث ما يزال هناك آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسريا في سجون الحوثيين معربا عن تطلعه إلى اكتمال الفرحة بإطلاق سراح كافة المحتجزين تحت قاعدة الكل مقابل الكل والإفراج عن جميع المختطفين لدى ميليشيات الحوثي باعتبارها مسألة إنسانية بحتة وأهن اللواء العرادة كافة المفرج عنهم من سجون الميليشيات بعودتهم التي طال انتظارها نتية التعنت الشديد من قبل الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية واستخدام الملفات الإنسانية كأوراق ضغط سياسية معبرا عن سعادته الغامرة برؤيتهم مبتهجين بين أهاليهم وذويهم في مختلف المحافظات مشيدا بصمود الأبطال المحررين من الجنود البواسل والمدنيين المسالمين الذين تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم في وجه الطغيان الحوثي وثبات مواقفهم في مناهضة الميليشيات الإرهابية ومقاومة مشروعها الظلامي ورفض أفكارها المنحرفة بالرغم من وحشية القمع وبشاعة التعذيب الجسدي والترهيب النفسي الذي طالهم خلف القضبان طوال سنوات الاعتقال وقال إن المحتجزين والمختطفين هم أيقونة التحدي ونبض الشموخ ورموز الصبر والتضحية لافتا إلى أن كلمات الشكر والإعجاب وعبارات الثناء والمدح لن تفيهم حقوقهم كونهم من صنع المجد بإرادتهم الفولاذية وأرواحهم القوية التي قهرت السجان وأوضح اللواء العرادة أن ملف المحتجزين والمختطفين يتصدر أولويات مجلس القيادة الرئاسي وحرصه الشديد على تحرير جميع المحتجزين والمعتقلين دون تمييز والعمل على معالجة تداعيات هذا الملف وتأثيراته الإنسانية على المدى القريب والبعيد مجدداً لالتزام المجلس والحكومة بإنجاح أي جهود إقليمية أو دولية تسعى لتسوية ملف المحتجزين والمختطفين تسوية عادلة وأشهد عضو مجلس القيادة بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إجاح عملية التبادل مثمناً في ذات الوقت الدور مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية المفاوضات وتيسير عملية تنفيذ الاتفاق وإدارة عملية التبادل بنجاح التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي سفير الجمهورية الفرنسية لدى بلادنا جام ماري صفا لمناقشة آخر المستجدات وتطورات على الساحة اليمنية وجهود الأقليمية والدولية وجهود المملكة العربية السعودية في البحث للتواصل إلى هدنة كمدخل لعملية سلام شاملة تنهي الحرب في اليمن وأشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي بجهود قيادة التحالف الحكومة والمنظمات الدولية التي أشرفت على عملية تبادل ونقل المحتجزين والمعتقلين مؤكدا حرص مجلس القيادة بالإفراج الكل مقابل الكل مشيرا إلى أن تعنت رشاة الحوثي أفشرت تلك الجهود الإنسانية وقال المحرمي إن مجلس القيادة الرئاسي جاهز سياسيا وعسكريا وأمنيا للدخول في عملية سلام وهذا هو نهجنا منذ إعلان المجلس بأننا ننشد السلام إذا وجدنا الطرف الآخر يملك قرار نفسه ويحترم إرادة الشعب وراعي الأمنة والمصالح المتبادلة مع دول الجوار مشيدا بالدور الفرنسي الإيجابي الداعم لجهود الشرعية اليمنية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية متطلعا لمزيد من التنسيق لخدمة المصالح المشاركة من جانبه أكد السفير الفرنسي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي مجددا استعداد حكومة فرنسا لمواصلة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية مؤكدا موقف فرنسا الداعم للهدنة باعتبارها مدخلا أساسيا لأحلال السلام الذي ينهي الأزمة والانتقال نحو مستقبل أفضل لشعب اليمني أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد المالك اتصالا هاتفيا باللواء الركن محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق هناه فيها بإطلاق سراحه من سجون ميليشيات الحوثي بعد ثمان سنوات من الاعتقال إلى جانب مئات الأبطال المدافعين عن الوطن والثورة والجمهورية وأشهد رئيس الوزراء بمواقف وتضحيات اللواء الصبيحي وأدواره الوطنية إلى جانب رفاقه الأبطال في الدفاع عن الوطن في جبهات العزة والنصر في كل الميادين منوها بشجاعته وإخلاصه وتفانيه وما يمثله من مدرسة وقدوة وعنوان للنضال في الدفاع عن اليمن وشعبها وجدد الدكتور معين عبد المالك التزام الدولة والحكومة بالعمل على إطلاق سراح بقية المحتجزين والمختطفين في سجون ميليشيات الحوث الإرهابية وفي مقدمتهم القائد اليسور اللواء فيصل رجب والمناظر السياسي محمد قحطان والمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين في زناز الموت الحوثية وعودتهم إلى أهلهم وأسرهم ومحبيهم سالمين وترحم رئيس الوزراء على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن وشعبه متمنيا الشفاء العاجل لكل الجرحة والحرية لجميع الأسرى والمختطفين في سجون الميليشيات الحوثية اطمأن رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك على صحة الصحفيين المختطفين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية بموجب صفقة التبادل الأخيرة بعد ثماني سنوات قضوها في معتقلات الميليشيات في ظروف اعتقال قاسية ولا إنسانية ومهينة واستمع رئيس الوزراء خلال اتصالات هاتفية أجرها مع الصحفيين المفرج عنهم وهم عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحال التحميد وأكرم الوليدي إلى ما قاسوه من تعذيب ومعاناة في معتقلات الميليشيات الحوثية والانتهاكات التي تعرضوا لها من التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة والإخضاء للمحاكمة بتهم ملفقة وإصدار أوامر بالإعدام والحرمان من التغذية والإعدام الرعاية الصحية التي أدت إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وجه دكتور معان عبد الملك بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم للصحفيين المفرج عنهم في مختلف الجوانب منوهم بشجاعتهم ومواقفهم المنحازة للشعب والقانون والدولة ورفض الانقلاب وحيى الدورة الوطنية للصحفيين والإعلاميين الأحرار في مساندة الشرعية والدولة والنظام الجمهوري وما يقدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق والتعبير عن آرائهم باعتبارهم لسان حال الشعب رغم القمع والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل مرشيات الحوثي ولفت رئيس الوزراء إلى أن يقحم الصحفيين من قبل مرشيات الحوثي في صفقة تبادل المحتجزين أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادرة المعتقل أي أن كان بمعتقل ينتمي لجماعة إرهابية وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحفيين بالضغط على مرشيات الحوثي الأرهابية لإجبالها على إطلاق باقي الإعلاميين والصحفيين والنشطاء من معتقلاتهم غير القانونية بدورهم عبر الصحفيون المفرج عنهم عن تقديرهم الكبير لدولة رئيس الوزراء والحكومة الشرعية على متابعة أوضاعهم حتى تم الإفراج عنهم مؤكدين أنهم سيواصلون دورهم الوطني في خدمة الحقيقة بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بمبارك مع سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد سعيد الجابر التطورات السياسية ونتائج الجهود المفذولة لإحلال السلام في بلادنا أطلع وزير الخارجية خلال اللقاء على نتائج زيارة الفريق السعودي لصنعه برئاسة السفيرة الجابر وذلك امتدادا للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 والهدنة الإنسانية في الثاني من إبريل 2022 وجدد وزير خارجية الترحيب بجهود المملكة الرامية لإحياء مسار السلام في بلادنا وكافة المساعي الإقليمية والدولية الهدفة لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب التي تسببت فيها ميليشيات الحوث والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات الثلاثة المبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 قام وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري بزيارة وزير الدفاع الأسبق الواء ركن محمود الصبيحي في منزله في رأس العارة بمحافظة لحجة واطمئنا وزير الدفاع معه نائب قائد قوات التحالف في عدن العقيد ذياب الشهراني ونائب مدير دائرة الإمداد العميد علي الكود على صحة اللواء الصبيحي معبرا عن سعادته البالغة بتحريره من سجون ميليشيات الإرهاب الحوثية في صفقة تبادل المحتجزين والمخطوفين بعد سنوات من التغييب والإغفاء القصري في معتقلاتها وقال الفريق الداعري للواء الصبيحي لقد مثلتم رمزية للشجاعة والتضحية والإقدام ستظلون حالة إلهام متفردة لكل منتسبي القوات المسلحة في الثبات ومقاومة ومواجهة الميليشيات الإنقلابية وتحقيق الاتصالات في مختلف جبهة العزة والكرامة وأشهد وزير الدفاع بصمود ورباطة جائش اللواء الصبيحي ورفاقه في سجون الميليشيات الإرهابية وتحملهم للإغفاء القصري في غياهب السجون منذ ثمانية عوام في سبيل تحرير الوطن والدفاع عن جمهورية واستعادة مؤسسات الدولة مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تفخر بتضحيات مقاومة وثبات الصبيحي ورفاقه في سجون الكهنوت مشيرا إلى أن الصمود أعطى المعركة زخما وأسرارا على المضي في استعادة مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن مجهة عبر اللواء الصبيحي عن امتنانه للزيارة وشكره للقيادة السياسية والعسكرية على التواصل والحفاوة بخروجه من سجون الميليشيات أعربت بلادنا عن أمالها أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة والميليشيات الحوسية مدخلا لإغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع بلادنا وجددت بلادنا في بيان صادر عنها ألقاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن الترحيب باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الحكومي وميليشيات الحوسية التي جرت على مدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أبهجت مئات العائلات اليمنية برؤية أبنائها بعد سنوات من الغياب وأكدت على ضرورة التزام الميليشيات الحوسية من تمكين الوصول لكافة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وإطلاق سراحهم وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط وبما يكفى لإنهاء معاناتهم ولما شملهم بأسرهم بموجب اتفاق ستوكولم وكذا أهمية أن تضل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة ومبعوث الخاص ومجلس الأمن أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم شرعية في اليمن العميد الركن التركي المالكي استكمال عملية تبادل الأسرة والمحتجزين بإطلاق سراح 104 أسرة من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة وقال العميد المالكي في تصريحا نشرت وكالة الأنباء السعودية واس إن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرة ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسيا شامل أم السدام ينهي الأزمة اليمنية وأضاف أن هذه المبادرة تهدف لحث الأطراف أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرة والمحتجزين وإنهي هذا الملف انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة للأسرة وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وثم نقلهم ومغادرتهم إلى صنع شدد وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس على ضرورة تفعيل الدور الرقابي وتقييم أداء الكادر الصحي المحلي والأجربي والالتزام بالعمل وفق المعايير المعمول بها في القطاعات الصحية وطلع لملس خلالة رأس اجتماع لمناقشة وضع القطاع الصحي في عدن على مستوى تنفيذ الخطة التي وضعها مكتب الصحة العامة خلال شهر رمضان وكذا مستوى الانضباط الوظيفي والحلول المعمول بها لمواجهة الإشكاليات وأكد على ضرورة بذل مزيد من اليهود لتحسين وتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية والنزول إلى المرافق الصحية والاطلاع ومتابعة سير العمل فيها حضر الاجتماع لمين العام للمجلس المحلي بدر معاون ووكيل المحافظة لشؤون التنمية والمهندس عدنان الكاف ومدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد البيشي في سياق آخر زار وزير الدولة محافظة عدن أحمد دلملس عضوى مجلس النواب محافظة عدن أسبق أحمد محمد القاطبي إلى منزله للاطمئنان على حالته الصحية وتبادل لمل أسمع القاطبي أطراف الحديث حول الأوضاع العامة في عدن وجهود التي تبدلها السلطة المحلية للنهوض بالمحافظة وإعادة رونقها وريادتها ومكانتها التي تليق بها أكد المحافظة لملس اهتمام السلطة المحلية بالشخصيات التي قدمت عصارة جهدها في خدمة عدن والوطن بشكل عام بجانبه أشهد القاطبي بجهود المحافظة لملس لخدمة العاصمة المؤقتة عدن وأبنائها معبرا عن سعادته بهذه الزيارة إلى منزله والاطمينان على صحته رافق المحافظ مدرعام مدرية الشيخ عثمان الدكتور وسام وعاوية اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي على نتائج نزولات اللجنة المكلفة بإصلاح أوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضر موت برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح أبود العمقي واستمع المحافظ إلى خطة التقرير العام التي تتضمن آلية الإصلاحات المالية والفنية والإدارية ورفع الإيرادات ونسبة التحصيل والرقابة والتفتيش وأشدد المحافظ على تنفيذ آلية الإصلاحات وتشديد الرقابة المالية والإدارية والفنية لتحسين أوضاع المؤسسة وزيادة الإيرادات أكد محافظة حضر موت مبخوت مبارك من ماضي خلال لقائه بالمكلة رئيسة وعضاء الفرقة التوعوية الثقافية التابعة لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضر موت أهمية دور المسرح والفقرات التمثيلية الهادفة في بناء المجتمعات الإنسانية المتحضرة وترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة واستمع المحافظ من رئيس الفرقة محفوظ باجبير وعضوي الفرقة أحمد محروس وعيد الروس عبدون إلى نشاطات الفرقة في معالجة قضاء المجتمع وتوعية الشباب من خلال المسرح والفقرات التمثيلية وجرى في اللقاء بحث إعادة نشاط الفرقة وجوانب التوعية لإصال رسائل المحبة والسلام والألفة وتوحيد الصف في أرجاء المجتمع نقش محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير مع مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حناش الترتيبات الخاصة بأجراء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي الجاري 2022-2023 التي ستدشم في الخامس عشر من شهر مايو القادم ويتقدم لها على مستوى المحافظة أربعة آلاف وستمائة وواحد طالب وطالبة منهم أربعة آلاف واربعمائة وخمسة وثلاثين طالبا وطالبة في القسم العلمي ومئة وستة وستين طالبا وطالبة في القسم الأدبي وزعين جميعهم على خمسين مركز امتحاني في مركز المحافظة والمديريات وخلال اللقاء استمع المحافظة لشرح عن الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة لإجراء هذه العملية الامتحانية مبديا استعداد قيادة المحافظة لتقديم الدعم والتسهيدات اللازمة وتدليل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه امتحانات الشهادة الثانوية بالمحافظة التقى نائب وزير الأشغال دكتور محمد ثابت بمكتبه بديوان وزارة الأشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن خبيرة منظمة اليونسف وليد صالح موسى وجرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات إعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية التي سيتم القيام بها بدعم منظمة اليونسف وبالشراكة والتنسيق مع مختلف الوزارات وفي اللقاء قدم نائب وزير الأشغال شرحا حول الوضع الراهن للوزارة وتوصيات التي يجب الأخذ بها لتعزيز العمل والحماية الاجتماعية في بلادنا من جانبه قدم المهندس وليد موسى خبير اليونسف صورة موجزة للمشروع الذي سيتم تنفيذه عبر مقابلات بغرض معرفة الوضع الحالي للمساهمة في وضع الخطة مستقبلا تم بفرع مصلحة الإصلاح والتأهيل بسيئون في محافظة حضر موت الإفراج عن ثمانية من سجناء المعسرين ومن الذين قد أنهوا العقوبة المحكوم بها عليهم ولا زالوا في ذمة حقوق خاصة وذلك تنفيذا للتوجيهات توجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى لنظر في أي حالات إفراج تتوفر فيها الشروط القانونية من انتهت فترة حبسهم ولا زالوا على ذمة حقوق خاصة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك فقد قام وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصهر عامر العامري وعضو نيابة الاستيناف القاضي أحمد عاشور المناوب بالإفراج عن السجناء المفرج عنهم بعد أن اعتمدت السلطة المحلية بالمحافظة ورجال الخير باعتماد دفع المبالغ المالية على المحكوم عليهم بمجب الكشوفات المرفوعة من نيابة العامة تسلم مكتب الصحة العام والسكان بوادي حضر موت مساعدات طبية مقدمة من سلطنة عمان الشقيقة عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تشمل أدوية للأمراض المزمنة وزراعة الكلة وثمن وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري جهودا للهيئة العمانية للأعمال الخيرية للإسام في التخفيف من معاناة المرضى في هذه الظروف الصعبة إلى ذلك أوضح مدير عام مراكز فاطمة بابطيل لرعاة مرضى الفشل الكلوي بوادي حضر موت مساعد برويشد أن تلك الأدوية سترفض مراكز فاطمة بابطيل لرعاة مرضى الفشل الكلوي وستساعد على استمرارية الخدمة لمرضى الفشل والزراعة التي تقدم لهم بشكل مجاني أقامت منظمة الغاد المشرق للتمية الاجتماعية بالعاصمة الموقتة عدا حفلا لتدشير مشروع كفالة الأيتام بدعم من جمعية بصائر الخيرية بدولة الكويت وفي الحفل الذي حضره المنسق العام للإغاثة في بلادنا جمال بالفقيه أشهد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود صالح بالجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الكويت مؤشرا إلى أهمية هذا الدعم الذي يستهدف أهم مشاريحة في المجتمع وهي الأيتام مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لكل الجهود الإنسانية التي تقدم الدعم والمساعدة لفئات المجتمع المختلفة ومنها فئات الأيتام تخلل الحفلة تقديم مسرحية قدمتها زهرات وأطفال جمعية عدد للمعاقين تحاكي واقع الحياة التي يعيشها الأطفال الذين فقدوا الآباء والأمهات ودور المجتمع في تقديم الرعاية لهم عبرت 123 شاحنة إغاثة منفذ الوديعة البري خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 مقدمة من مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية لعدد من المحافظات وأوضح المركز في بيان له أن الشاحنات تحمل على متنها 2,175 طن و 776 كيلوغرام من المساعدات الإنسانية المتنوعة منها 58 شاحنة تحمل كميات من التمور تزين 1,413 طن و 516 كيلوغرام و 26 شاحنة و 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تزين 505 أطنان و 598 كيلوغرام من الأسلال الغذائية و 26 شاحنة تحمل مساعدات طبية تزين 192 طن و 582 كيلوغرام و 13 شاحنة تحمل مساعدات إيوائية تزين 64 طن و 80 كيلوغرام لمحافظات حضر موت والمهرى و شبو و صعد و حج و مأرب وتعزو الضالع و عدن الآن إلى حالة تغسط درجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة ما شئت الله تعالى اشتركوا في القناة 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 رئيس مجلس القادة الرئاسي و عضو المجلس استقبلون فريق التواصل السعودي في اليمن عضو مجلس القادة الرئاسي و عضو مجلس القادة المحرم يناقش مع السفير الفرنسي لدى بلادنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة